الموضوع الجزوال الروسي هذا نقشنا وجاوبنا على هذه الأسئلة التي ترتبط به في هذه الدول الصحفية غير ممرة ليس هناك ما يمنع أن يتم استيراد هذه المادة لكن هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية التي يمكن أنها تواكب المستميرين في هذا المجال على الصعيد الوطني وعطينا أرقام حول الحجم في السنوات الماضية التي ينخافض حسب الجاذبية هذه السوق فسيد رئيس الحكومة في البرلمان يوم الإثنين الماضي تطرق إلى هذا الموضوع من منطقة المسؤولية الحكومية الاعتبار أنه كلام كثير قيل في هذا الموضوع هذا حول السعر دياله في السوق الدولية والتضح والتضح بأنه هاد الأسعار كلها اللي كانت كيتكلموا عليها البعض لا وجود لها في الواقع الحكومة هذا الموضوع هذا كتعتبره بحال وبحال مختلف المواضيع الأخرى المرتبطة بالاستيراد ديال هاد المواد هذه ما كينش اللي منع أنه يتم استيرادها لكن خاصة المؤسسات أيضا البنكية تلقى يعني الإمكانيات وتلقى السهولة باش تقدر تواكب هاد المستثمرين في هذا المجال والمعطيات اللي مرتبطة بالأسعار أعتقد بأنها غير دقيقة ويجب إعادة النظر فيها والحكومة كانت سبق لها تدخلات خاصة في الموضوع المرتبط بال يعني بالفحم اللي كي تستعمل اللي كي تستعمل المكتب الوطني للكهرباء لاستيراده من هذه الأسواق وطبعا الهدف هو أنه نوفر هذه المواد هذه اللي كتدخل في الإنتاج للطاقة الكهربائية ببلادنا ترجمة نانسي قنقر